معركة صاخبة تخوضها النخاب الحقوقية في مجلس حقوق الانسان المنعقد بجينيف بدورته السادسة والثلاثين التي شارفت على الختام وقبل النهاية تبدو المعركة محتدمة وكل طرف يسعى الى توجيه النتائج لصالحه وهنا وفي هذه المرحلة تدخل الابعاد اللا انسانية في اللعب على اوجاع الناس ومآسيهم وذلك ما تقتضيه السياسة للبحث الجاد عن مرتكبي الجرائم وإلا فالجنائز المليئة باليمن المنكوب بالحرب وبقع الدم الملطخة في كل بقعة منه كافية ليتاقن العالم ان هذا اليمن متخم بالوجع لكن هذه المعايير البسيطة لا تستقيم ومنهج العالم الجديدة في التفكير والبحث الذي لا يكتفي بالضحية دليلا للاشارة نحو القاتل بل يشترط معايير كثيرة قد لا تكون مهنية خالصة وقد تكون والواضح الآن ان لب الصخب في المجلس حول هذه الجزئية بالذات اننا نكرر مطالبتنا للمفوض السامي بنقل مكتبهم القطري في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها بدأ الخلاف من تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان الذي رأى فيه وزير حقوق الانسان اليمن محمد عسكر انحيازا كبيرا وملئا بالمغالطات بتركيزه على فترة معينة اي انه اكتفى بالحديث عن الانتهاكات خلال الفترة من 1 يونيو 2016 وحتى 30 من يونيو 2017 بخلاف ما نصت عليه قرارات مجلس حقوق الانسان السابقة التي طالبت بتقرير منذ 21 سبتمبر 2014 تاريخ انقلاب الميليشيا على الشرعية في اليمن الخلاف تواصل مع التقرير الذي اغفل ما قدمته اللجنة الوطنية من تقارير وتوثيق للانتهاكات وهنا تكتسب طبيعة الخلاف بعدا اخر خصوصا مع تزايد المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية وهي مطالبات تعتبرها الحكومة غير مبررة وتنطوي على ابعاد سياسية من شأنها حرف مسار تحقيق عن طابعه الانساني وتوجيهه ضد اطراف معينة خصوصا وان المتبنين لتلك المطالبات لهم مواقف مسبقة من اطراف في التحالف العربي عوضا عن ان اللجنة الوطنية اكثر كفاءة في انجاز المهمة وايا كانت النتيجة التي سيخرج بها التصويت في نهاية الجلسة المنعقدة فالواضح ان المعركة ما زالت مفتوحة